بسم الله الرحمن الرحيم طبعا اليوم 1 نوفمبر ونجد أنه قد أضيفت لعبة ماينكرافت المائية وهي لعبة جديدة ومثيرة للتفكير ورائعة صراحة وسهلة وبسيطة ندخل على إبداء ثم نقفل الفيديو التعريفي نختار الشخصية طبعا تأتين المهمة باللغة الإنجليزية يمكن تعريبها بالضغط على موافق ثم بزر الموس الأيمن الترجمة إلى العربية طبعا نجد أن المطلوب هو وصول هذه الشخصية أليكس إلى هذا الصندوق بوضع تحريك للأمام مرتين ثم تشغيل وهكذا انتهيت من المرحلة الأولى نستمر ونذهب إلى المرحلة الثانية والمطلوب هو إيصال أليكس إلى القارن فنضع تحرك للأمام ثم استدر إلى اليمين ثم تحرك للأمام وتحرك للأمام ثم نشغل اللعبة نستمر إلى المرحلة الثالثة والمطلوب هنا هو التجديف إلى حيث السمكة فنضع تحرك للأمام تحرك للأمام تحرك للأمام إلى أن نستوفي الثمانية بلوكات أو الثمانية أوامر المطلوبة نقفل هذا الفيديو التعريفي هنا المطلوب التجديف إلى هذا الدولفين ثم اطعامه فطبعاً هو ينقصنا أمر واحد لأن هنا بداية تعليم الطالبة على التكرار بمعنى كرر إلى الوصول إلى الهدف هناك قذيفة مخبأة في الصندوق والمطلوب هو إيصال أليكس إلى هذا الصندوق حتى يتحصل على القذيفة فنجد هنا أن الناقص هو أمر واحد وهو Turn Right المطلوب هنا هو إيصال أليكس إلى سامك السلمون وذلك بوضع التكرار ثم يلتف إلى اليمين تكرار ثلاث مرات بأن يتحرك طبعاً تكرار ثلاث مرات تحرك الأمام بمعنى أنه سيتحرك ثلاث خطوات إلى الأمام ثم يستدر يساراً ثم تكرار أيضاً ثلاث مرات للأمام طبعاً نلاحظ هنا أني حللت اللغز في أقل من عدد الأوامر المطلوبة وهنا يكمن الإبداع وهو ترك الطالبة تبدع في الحل ولا نقيد جميع الطالبات بحل موحد مثل معادلات الرياضيات نستمر إلى المرحلة التي تليها نقفل هذا الفيديو الذي سيظهر ثم نعرب طبعاً المطلوب هو إيصال أليكس إلى الصندوق فأعطاك نصف الحل تكملة الحل هو الاستدارة إذا كان هناك مسار لليمين يستدر يمين وإذا كان هناك يسار عفواً وإذا كان هناك مسار لليسار يلف يسار أو يستدر يسار هنا يعلم الطالبة على الحل المنطقي قبل أن تجرب لا بد لها من أن تفكر مهارة تفكير عليا نستكمل طبعاً المطلوب هنا هو إيصال أليكس إلى السمكة وأن لا يصطدم بالحمام البركانية فريبيت أنتل قول تحرك للأمام إذا كان هناك مسار لليمين سيلوف لليمين طبعاً ليس هناك أي مسار لليسار فلا يحتاج اليسار يكفيني اليمين الاستمرار إلى المرحلة التاسعة والمطلوب هنا هو ظهور شعاب مرجانية هنا تظهر شعاب مرجانية زرقاء وشعاب مرجانية حمراء والمطلوب إيصال أليكس إلى الصندوق هنا طبعاً في فكرة جميلة جداً وهي إذا كان يقف على الشعاب المرجانية الزرقاء سيلوف يمين فنقول له في البداية تحرك للأمام إذا كان هناك شعاب مرجانية زرقاء يستدر إلى اليمين وإذا كان هناك شعاب مرجانية حمراء يستدر أو يلف إلى اليسار نستمر إلى المرحلة العاشرة طبعاً هنا يقول لك أن هناك حبار والمطلوب هو إيصال أليكس إلى الحبار فrepeat until goal ثم تحرك للأمام إذا كان هناك هذا الجزء الأبيض مسمينه فانوس البحر فلف إلى اليمين في المرحلة الحادية عشر مطلوب بناء جدار حول الخرسانة الخرسانة معناها هذه وسيكون الحل بهذه الطريقة طبعاً هذا حل لأن المقترح ولكن قد يكون هناك حلول أخرى غيره إذا كان هناك هذا الجزء الغامق والدارك ترجمة نانسي قنقر نستمر للمرحلة الثانية عشرة والأخيرة وهي عبارة عن تصميم إبداعي من إبداع الطالبة تقوم بتوظيف كل ما تعلمته في المراحل الأحد عشر السابقة في تصميم شكل ونموذج تحت الماء تستخدم الشعاب المرجانية الزرقاء تستخدم الحمراء وهكذا قمت أنا بصنع هذا التصميم المقترح طبعاً في هذه المرحلة إذا صممت الطالبة أي تصميم سيكون صحيحاً ممكن وضعت الشعاب المرجانية الحمراء بشكل حاجز بهذا الشكل لاحظوا مجرد ضغط على تشغيل تنشطت معي خانة الإنهاء وذلك استعداداً لنيل الشهادة طبعاً نهيت الحمد لله ساعة من البرمجة يمكن أن أشاركها على مواقع التواصل الاجتماعي عند الضغط على إنهاء تأتيني خانة الشهادة لا بد من كتابة الاسم باللغة الإنجليزية ثم الضغط على تسجيل الانتظار قليلاً حتى ظهور الاسم في الشهادة وهذه هي الشهادة التي حصلت عليها من خلال النسخة المطورة من ماينكرافت ترجمة نانسي قنقر